أكد رئيس الوزراء العرقي وحيد العبادي التزام حكومته بدعم عملية إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة تأكيد العبادي جاء تزامناً مع بدي مفوضية الانتخابات فرز الأصوات في محافظة كاركوك بعدما خلص تقرير حكومي إلى مخالفات واسعة نطاق شابت العملية الانتخابية عقب أزمة سياسية دخلها العرق بعد تبادل الاتهامات بين الكتل السياسية بالتلاعب بأصوات المواطنين ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بدأت أولى جوالات عملية العد والفرز اليدوي لتلك النتائج بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ومراقبين محليين ودوليين محافظة كاركوك شمالي البلاد كانت المحطة الأولى للعملية لنحو 500 صندوق اقتراع أثير بشأنها نزاعي متزوير ومن المتوقع أن تحذو ست محافظات أخرى على الأقل حذوها في الأيام المقبلة كما تشمل العملية أصوات الناخبين بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا بعد نقل الصناديق إلى بغداد وبالتزامن مع عملية العد والفرز تعهدت الحكومة العراقية بدعم عملية العد وعدم التدخل فيها الحكومة ملتزمة أيضا في إسناد الجانب اللوجستي نقل الصناديق وغيرها وتأمين مراكز الانتخابية في مسألة العد والفرز لابتدت بها المفوضية اليوم يفترض ونتطلع إلى أتمامها بأسرع وقت حفاظها على أصوات الناخبين وسلامة العملية الانتخابية عملية عادة العد والفرز اليدوي جاءت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي بإعادة فرز الأصوات بعدما أثر من كتل سياسية حول حدوث خروقات جسيمة وعمليات تلاعب رافقت الانتخابات البرلمانية تطور جديد قد يغير معه خريطة المشهد السياسي العراقي وما أفرزته نتائج الانتخاب وخطوة تقرر البلاد من تشكيل حكومة جديدة تأخرت لأسابيع